هل تابع مباراة المولودية والشباب أو تابع مباراة إسبانيا وألمانيا؟ نحن المشكلة غير متروح بالسبالينا لأن هنا في الشولق عندنا التليفزيون وشاشات كثيرة نشوف ما الجهة اليوم من هيئة كاس الجمهورية وشوف الجهة الجمهورية وشوف حرب الإيجاب قلت لك اليوم عندي وميسر بي أرى ومحضر مليح اليوم اليوم هو محضر مليح أسمع عندك خيارة تعنش كما قول يبوز حرم شرا لا تحرم شرا نحن المحضر مليح أو نحن ما نحن هناك أمام المقبلة نحن أمام المقبلة تحرم شربي هناك أمام المقبلة هل أحدهم؟ حلال الأساسي لكن شعرت الجمهورية ترون الجمهورية قولت تكون الجمهورية تركيا يجب أن يخرجوا ودخلوا لأنه أسموه. لم يكن هناك المتحدة بينه بإنجليز. سنة تحدث جمع المباراة فرنسا والمنتخب البورتغاليين تتابع الداربي وتتابع أيضا في نفس الوقت مباراة إسبانيا وألمانيا. سامي رحوحوا بكل صراحة. النهائي؟ يعني كياس الجمهورية أو مباراة إسبانيا وألمانيا؟ والله صراحة أننا نتبع نصف نهائي أوروبا. وتخلي الداربي الكبير بين المولودية والشباب في نهاية كياس الجمهورية لأول مرة في تاريخ هذه المنفسة يتقابل فيها النهائي؟ سيفري، هذه أول خطرة نظن يتقابله في دور نهائي سير بي مع المسياء. ولكن أنا سقصدني السؤال، نشوف ممكن إسبانيا وألمانيا. ولكن في نفس الوقت نتبع تواصل اجتماعي، نقدر نشوفه نتبع لي دوماتش ومنطان تقدرش نهائي كالجمهورية لا تتبعوش ولكن لأنا قلت الأفضلية للأوروب. حاج عدلان؟ إخوة أنا دوك جاميروفيتش أطاننا حلم الحلول. أنا بسفتي كمحلم. وتقدر تركز في مباراتين؟ لا تستطيع أن نشوفه النهائي. واحدة أوروبية وأخرى جزائرية محلية؟ نحن ندد. مفروض عليك أن تشوف. فإن شاء الله تقدر تتكلم وتحلل. ومن جانب أخر راو النهائي قبل الأول. حتى ذلك راو النهائي. صح. بين ألمانيا وإسبانيا. لا تستطيع أن تفرد فيه. المشكلة وراها. إسبانيا والألمانيا تقدر تعود تشوفه. وردف. صحيح. نهائي بين شباب والمروديا. نهائي. نزم تعيشوا. نزم تعيشوا في هذه اللحظة حتى نهاية المبارد. صحيح. خاصة الأجواء يعني في المدرجة. خاصة الأجواء بملعب خمسة جولية. ستكون كبيرة في يوم الاستقلال يا حاج عدلان. عيد الشباب. عيد الشباب ويوم مميز ومهم جدا للجزائر. لدينا برنامج مباريات تضور ربع نهاية من كأس أمم أوروبا. اللقاءات تنطلق الجمعة. البرنامج الكامل لهذه المباريات. مشاهدين العزاء على النحو التالي إسبانيا ألمانيا. البرتغال فرنسا. والمنتخب الهولندي يواجه تركيا وإنجليترا. تواجه منتخب سويسرا. مباراة إنجليترا وسويسرا بالإضافة إلى هولندا وتركيا. تلعب والسبت فيما تلعب مباراة إسبانيا وألمانيا. البرتغال وفرنسا تلعب يوم الجمعة. لدينا أيضا المنتخبات المرشحة لتتويج بكأس أمم أوروبا. حسب آخر الإحصائيات من شبكة أوبطا. تقول منتخب إسبانيا المرشح الأول بنسبة 19.5% يا حج عدلان. المنتخب الإنجليزي في المرتبة الثانية بـ 18%. المنتخب الفرنسي 18.2%. المنتخب الألماني في المرتبة الرابعة المرشح لنيل. اللقب برامان أنه يلعب في ميدانه وأمام جماهيره بـ 17.1%. ثم منتخب هولندا، منتخب البرتغال، سويسرا والمنتخب التركي. أعطي لي رأيك. نوافق حتى إسبانيا، إسبانيا، وجرمانيا، نضعها معهم على زنجلي، والبرتغال، نضعها مع فرنسي. لم أشغل في إسبانيا، اللي رهم طلعين وكريشاندو ورفضوا المستوى، المباراة اللي ديرهم قاع من السمستوى، ونعرفوا حالياً كنت قوليش كون حداشة إسبانيا، طيهم لك. ثم هم اللي يدخل بهم مباراة أبار الباردر ديرنماش، اللي بدل قاع الليك بتاعه. نعم سامير؟ لا أستطيع أن أتقر مع الألمان، أعتقد أن الألمان يكون أكثر من مستوى في الأنغلتر. لماذا يرشح المنتخب الإنجليزي ولم يقدم الشيء الكثير في أربع مباراة؟ هذه نقطة السفام صراحة. كما نتكلمنا عن موضوع إبراهيم، الذي كانت البلجيك حسب تصنيف الفيفا، ديمة دوزيام، لا كاردو فينا، لا دومي فينا، لا كوب دوروب، وديمة كراسيا دوزيام. نضعنا برصنطاج، برصنطاج، طلع على الآلية، برابور الآخرين، كيف يمكن أن يتعود لهم في المباراة، وكيف يمكن أن تقاليفه؟ أعتقد أنه يستحق أحسن من هولندا أيضا، هناك منتخبات تركت البصمة التحالي حتى الآن، بإمكانهم بيش يخرقوا مفاجأة، بيش يروحوا بعيد، لما لا المنتخب البورتغالي، المنتخب السويسري، منتخب لأبهر المتتبعين، في إحصائية مثل هذه، إنسان يجب أن يتحرر، لأن هناك معطاية أخرى، ستكون لها كلمتها في الأدوار المقبلة، كما نقول يا جمل، بالدور حقيقة الميدان فوق كل اعتبار، والجواب سيأتينا بداية من يوم الجمعة.